الحمد لله الذي جعلني ألعن الظالمين من على ربوة دمشق اللهم ألعن من ظلم الزهراء لعنى لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كيفية معرفة وصيه فقال تصفح الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فأنه هو لأن الله عز وجل يقول في كتابه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي إليه وإلى ذريته عليهم السلام هل إن رأينا إمامنا ستهوي القلوب إليه أم على قلوب أكفالها دكتور شوفي أنا عندي قناعة ومنتهية كل واحد ما يشوف الإمام في دينه خطأ في دينه خلال في دينه شيء من الموانع المرعبة كل واحد ما شايف الإمام ما شايفه برؤية ما شايفه باليقين هذا ما يستحق الصلي ورعه كان من يكون سئلة سؤال تشايف الإمام يقول لك لا قل لي من صلي بينا جماعة أنت إذا ما تعرف ربك شتون الصلي بينا جماعة رح يغلط عليك ويسيئ لك هذا دليل على أنه مؤمن دليل على أنه فاسد ما تحمل هذه الكلمة إذا قل لك شايفه قل للبينة شنه أنا أطلب منك مبينة أنت من شفت شو أو كلك أن تصلي بالناس أسأل فيكم سالفة صغيرة محمد صادق الصدر حورب محاربة كما حرب الحسين في يوم حاشورا من أهل الطين فقال لهم باتر وقال لهم هذا صدام رح يكتلك قال لهم باتر إذا أجيت وقلت أصل صلاة الجمعة إذن الأمر مو مني وإذا ما صليت إذن الأمر مني نادى الإمام قال لهم أنا الطين أمر قال لهم باتر تكمل إجي قال لهم الأمر مو مني كتب قطعة الأمر ليس مني أنا مأمور روح شوفوه منه اللي أمره عبد الزهر القرعاوله الإمام المهدي إذن الفرق بين الكذاب والمنافق وبين المؤمن والصادق هو الإمام الذي لا يرى الإمام فعلى قلوبهم أكنة وعلى أبصارهم غشاوة هذه الأكنة هي تراكم الذنوب والكذب والنفاق على الإمام وهذه الأبصار فيها غشاوة هي نتيجة الحرام والكذب على الله ورسوله فكيف ترى وأنت على وجهك وعلى عيونك وعلى بصرك غشاوة وعلى قلوبكم أكنة يعني حاجز كبير كيف ترى الإمام إذن الإمام يمر من حولنا يوميا يوميا الإمام بكربلا كل الناس هاي ما تشوفها ثنين أو ثلاثة يشوفونها ويلتقون بي وسلمون عليها ويعرفونها أبدا أنا عندي أدلة مرعبة لكن ما ريد أحكي كيف ما ريد أحكي لأنه أعرف يعني بس أقلكم تحرفونا أنا يجوني ناس بالدولة واحد معتهم فريق واحد كان مدير وكالة استخبارات بالعراق فريق واثنين هم داراء استخبارات كانوا وجيت قلتهم روحوا اليوم أسألوهم شكال دقيقا بس كان عندي إذن وإجازة أن أقول لهم أن يذهبون اليوم هم تفاجأوا يعني ومشووا اثنين هم مشووا وردوا وما يعرفون شنون ردوا هل يتركبوا بزيارة هل يجوا بطيارة ودولة اثنين هم أكبر تشذبون يعني قالوا لي بعل التكذب قالوا بعل شو اللي صار لكن الدنيا غلط هذا دليل إنه بس أنا أخذت إجازة ليه جدا معنا ما أقدر هذول اثنين هم متدينين متديني متديني من أخذت إجازة قلت لهم باشر بفلان ساعة توكلوا على الله شو رأيكم إذن من لا يرى الإمام هناك خلل في من خلل في دينه وفي صلاته في صومه في صدقه ومصداقيته من لم يعرف إمام زمانة ما تميتت الجاهلية خش الفصل بينك أنت تططي الولاء لمن تططي العبيد الله بن زياد لأبو شفلحه لمن تططي لدك كان الفاسد الذي يحارب الإمام خليه انت حط على رأسك إذن أنت لمن تصلي الصلاة إلى الإمام ومع الله لأن صلتك بين الله بين الله بينك وبين الله الصلاة والإمام إذن قطع صلتك بالإمام شو تصلي بللها وشرب معيها نعم دكتور هجل الله الناس في الأرض ليفسدوا فيها ويسفكوا الدماء ليعترضوا على حكمه وقوانينه أم ليسبحوا بحمده ويطبقوا أحكامه ويقيموا فيها دولة العدل أقري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بالقوة المتين ما خلقت مرعبة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنا أرزقهم أنا كفيل بحياءهم أنا اللي أعطيهم لو إن أهل القرى آمنوا واتقوا لأكلوا من على رؤوسهم ومن تخت أقدامهم مرعبة القضية ومن يتق الله يجعل له مقرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كثير من الآيات كثير من الآيات كثير من الآيات هي دليل واقع على أنه تقول للإنسان التقى 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 ومن لم يكن عنده تقى كيف يرى الإمام دكتور يعني ذكرت منذ قليل أي بكثرة التقى الموجودة في القرآن ومع ذلك نجد البعض يصر على اتباع هواه فما نوع الغشاوة التي تقى على عيونهم ما أقول لك لو نهاك عني بن عمي طالب عليه السلام عن شيء نجي للعسكر يمل استمار العسكري فلان قضية ممنوع سوية فلان قضية ممنوع سوية فلان قضية إذا سويتها راح تسجن إذا سويتها راح تعذب راح تعاقب خش علي بن عمي طالب عليه السلام هو الحق أنت تكون الطرف الثاني وأنت الباطل خش الباطل لا يستحبان الحق ولا الحق يستحبهم كيف تكون باطلا حينما تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وحينما تكون مع الحق حينما تأمر بالمعروف فتنهى عن المنكر ما هو المنكر الزنا الغيبة الكذب على الله ورسوله الزور الربا كل ذن الموبقات خش إذا أنت كلنا تسويهين وتقول أنا شيعي أي شيعي هاي كذبة طبعا يا ناس هاي كذبة طلعوها أنت شيعوا وأنا سني ترى لا السن نسنة ولا الشيع شيع كذبة والله العظيم كذبة دكتور بختم الحلقة شو بتحط توصل مشاهدين أخوان الدين ليس فيه شي مواضح الدين أوضح من الشمس في شدة صفاء الجو والباطل واضح مثل وضوح الشمس في شدة صفاء الجو الآن نحن قربنا من الزلزال العظيم مع الإمام المهدي روحي لأرواحي لروحه الفدع ونفسي لنفسه الوقع الآن علينا أن نحدد أما نكون نحن وأهلينا نار وقودها الناس والحجارة أم نكون روضة من رياض الجنة الآن لم يكن الحسين معنا حتى يدعونا إلى نصرته كيف ننصر الحسين نحارب الفساد نحارب المثلين نحارب الخمر نحارب الكذب نحارب الربا نحارب إلى آخرها نستطيع خوش سؤال واحد يقعد عندك بالقهوة ويكذب ويأخذ عرض وانت قعد بصفة خوش